اكد سعادة المهندس باسم من يعقوب الحمر وزير الإسكان رئيس مجلس المناقصات والمزايدات اكد سعي المجلس لتطور باستمرار ومكبة التغييرات المختلفة التي يشهدها العالم لتقديم أفضل ما يمكن للشركاء والعملاء جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في مجلس المناقصات والمزايدات كشف فيه الوزير الحمر عن خطط استراتيجية جديدة لتطوير عمل المجلس بما يخدم تبسيط الإجراءات وتسريع وطيرة العمل وإطفاء مزيد من المرونة من خلال توظيف أوسع للتكنولوجيا في أعمال المجلس وقد بيّن الوزير الحمر أن أحصائيات العام الماضي تظهر أن إجمالية عدد المناقصات والمزايدات التي تم فتحها بلغ تسعمائة وتسعة وتسعين مناقصة ومزايدة وصلت قيمتها إلى 2.8 مليار دينار فيما بلغ عدد العطاءات 5320 عطاء بينما كانت عدد المناقصات المرسى 1661 مناقصة بقيمة 1.4 مليار دينار هذه الموافقة بالنسبة للمجلس المناقصات والمزايدات تعديننا الكثير تعتبر نقطة تحول كبيرة في أداء المجلس إلى مزيد من التسهيل والتيسير وسرعة إنجاز المعاملات وأيضا إضفاء الكثير من المرونة على المعاملات والتعاملات التي يقوم فيها المجلس بما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية المستقبلية لمملكة البحرية الخطة عندنا عملنا على خطة استراتيجية لمدة ثلاث سنوات فيها أربعة محاور وستة أهداف استراتيجية منها تعزيز الكفاءة التشغيلية السعداد المؤسسي إعادة الاستثمار في البلد مرة أخرى وطبعا فيها بناء على هذه الأهداف الاستراتيجية في 12 مبادرة 12 مبادرة معظمها تصب في التكنولوجيا وتطوير التكنولوجيا في المجلس نظمت وزارة الصناعة وتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري التابعي لوزارة التجارة الأمريكية نظمت ورشة عمل حول تبني أفضل ممارسات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تأسيس نظم المشتريات وقد أكد الوكيد المساعد لتنمية الصناعة بوزارة الصناعة وتجارة والسياحة عبد الكريم الراشد على أهمية مثل هذه الورش في تعزيز المفاهيم الخاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في النهوض بهذا القطاع الحيوي خصوصا وأنه يمثل النسبة الأعلى من إجمالي المؤسسات العاملة في السوق وقع طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين مع شركة هونيويل اتفاقية لوحدات هونيويل للطاقة الإضافية لطائرات أسطول طيران خليج الجديد المكون من 29 طائرة إيرباس 321 و320 وستوفر هونيويل بمجب هذه الاتفاقية أيضا خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد التي تساعد طيران الخليج على تحقيق قدر أكبر من التكهن بتكلفة الصيانة في المستقبل مع تقليل النفقات عند الحاجة إلى خدمات غير متوقعة وقال الكابتن وليد عبد الحميد العلوي نائب الرئيس التنفيذي لطيران الخليج إن الشركة تسير على الطريق الصحيح وتركز بشكل أفضل على الأداء والاعتمادية التي يستحقها المسافرون هذا وتشتهر الوحدات الجديدة باعتمادتها وانخفاض تكاليف صيانتها طوال مدة استخدامها مما يؤدي إلى وفرة كبيرة في الوقود كل عام بدأت هيئة صندوق العمل تمكين رسميا أمس احتفالاتها بأسبوع ريادات الأعمال العالمي الذي يعد أكبر محفل دولين يجمع رواد الأعمال وصناع القرار ونشطين في مجال التنمية الاقتصادية وتطوير الثروة البشرية ويشارك في الفعالية العالمية أكثر من 160 دولة ويساهم في دعم أكثر من 25 مليون شخص من خلال أكثر من 25 ألف فعالية سنويا ويحظى بدعم العديد من القادة والصناع القرار وتهدف المبادرة إلى دعم المواطنين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قائمة وتعزيز روح ريادة الأعمال في جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ولا نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصاديا مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين حيث أقفل المؤشر العام في المنطقة الحمراء عند مستوى 1290 نقطة منخفضا بنسبة 0.24% وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الفنادق وأيضا السياحة وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 4.588.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 581.000 دينار تم تنفيذها من خلال 100 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 4.43% للقيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة ونتابع الآن إغلاقات البورصات الخليجية ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة ربع نقطة مئوية تقريبا عند مستوى 6979 نقطة مدعوما بارتفاع مؤشر قطاعي الرعاية الصحية والاتصالات نتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع طفيف جدا بنسبة 0.01% عند مستوى 6250 نقطة وذلك لضعف التداول على مؤشر قطاعي الطاقة وأيضا التأمين ننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي أغلق بتراجع طفيف أيضا بنسبة 0.07% عند مستوى 4366 نقطة بسبب تراجع مؤشر قطاعي الخدمات وأيضا الصناعة فيما سجل سوق دبي المالي ارتفاعا بنسبة 0.32% عند مستوى 3488 نقطة بسبب قوة التداول على قطاعات الاستثمار والخدمات المالية وأيضا التأمين في حنس جل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا كان الأكبر في تداولات هذا اليوم بنسبة 16 نقطة مئوية مغلقا عند مستوى 5114 نقطة مدعوما بتقدم مؤشر قطاع الخدمات